عاصفة سياسية أثارتها مفوضية الانتخابات العراقية باستبعادها 150 مرشحاً بعضهم يمتلكون قرارات قضائية تسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات المبكرة الاستبعاد أثار العديد من التساؤلات خصوصاً وأنه جاء قبيل ساعات فقط من قرعة توزيع أسماء المرشحين مما يحرم المستبعدين من حق الاعتراض أو الطعن في القرار الأمر طبيعي الاستبعاد لكن هو المشكلة أن هذا الاستبعاد لازم يعقبه الطعون صار الطعون ورجعت الهيئة القضائية المختصة بالطعون مع الهيئة المسائلة والعدالة استبعدت أعتقد قليل منهم استبعدتهم رجعت طعن صار أمام الهيئة القضائية الانتخابية المشكلة بشكل عام هو قانون الانتخابات منفصل هذا الموضوع بشكل دقيق بعض الشخصيات التي تم إقصاؤها تمثل ثقلاً عشائرياً في مناطقها كمدينة الفلوجة التي استبعد واحد من أقوى مرشحيها مما دفع عشائرها لتنظيم تجمع كبير داخل المدينة لدعوة الجمهور لمقاطعة الانتخابات عملية استبعاد مرشحين لهم قدرة ولهم قوة خلال ساعات أو قبل ساعات من المصادقة على الأسماء وتوزيع الأرقام يزيد المشهد تعقيداً ويعطي صورة ضبابية للمواطن نحن نسعى إلى أن يقوم المواطن بتعزيز ثقته بنفسه تجاه الانتخابات وتعزيز ثقة بكل العملية السياسية لا نريد أو على الأقل لا يتحمل المشهد العراقي أن تحصل مفاجآت في قرارات الانتخابات أي كان نوعها مراقبون دعوا الأمم المتحدة إلى التدخل لحمل المفوضية على إعادة النظر بقرارها لكي لا تتسم العملية الانتخابية بالإقصاء والتهميش إقصاء مرشحين لصالح فوز آخرين يفتح الباب واسعاً أمام دعوات مقاطعة الانتخابات المبكرة مما يضعف بحسب متابعين بصيص الأمل بتغيير حقيقي لدى الكثيرين حيدر الأسد سكاينيوز عربية بغداد شكراً لمتابعتكم اشتركوا في قناتنا على يوتيوب